السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي دائما في قناة جورا بيوتي اتمنى ان تكونوا في افضل حال اليوم ان شاء الله او وصفة اليوم ان شاء الله احببت ان اشارك معكم مشروب رائع هذا المشروب وهذه الوصفة رائعة للزكام وكذلك لنزلات البرد وفي نفس الوقت للكحة ففي هذا الفصل يعني فصل الشتاء فالكثير يعني نصابوا بهذا بنزلات البرد فان شاء الله بهذا المشروب الطبيعي والرائع وتقريبا المتواجد في اي بيت كما ترى يعني مكونات هذا المشروب فهو يتكون من الزنجبيل وكذلك حليب كوب من الحليب الدافئ وملعقة من الزنجبيل الزنجبيل الذي نستعمله في الطبخ كما ترون يعني اليابس الذي نقومه بطحنه ونستعمله في يعني في في الطبخ كما ترون كوب من الحليب الدافئ ثم نضيف اليه ملعقة من الزنجبيل اليابس الرائع لهذا لنزلات البرد وكذلك وكذلك للسعال كما ترون اقوم بخلطه جيدا ثم اقوم باستعماله استعمله في الليل يعني يستحسن ان اشربه ادافئا ثم انام فان شاء الله من الاستعمال الاول سوف تشعرون بتحسن فهو رائع وتقريبا الاكثر يعرفون هذه الوصفة او هذا او هذا المشروب الرائع للزكام كما قلت للزكام وللبرد فانا استعمل هذه الوصفة يعني عندما اصيب بنزلات برد فاستعمل هذا المشروب الرائع وكذلك يمكن استعماله الصغار والكبار فقط بالنسبة للصغار يمكن تقليل فقط نسبة زنجبيل لانه يعني يكون حارا نوعا ما يعني استحسن استعمال فقط نصف ملعقة بالنسبة للصغار اما للكبار فملعقة من الزنجبيل وكأس من الحليب الدافئ عندما نريد ان ننام هذه هي وصفة اليوم وصفة رائعة لنزلات البرد اتمنى ان شاء الله ان تنال اعجابكم ولا تنسوا لايك للفيديو ان اعجبكم والى اللقاء ان شاء الله في وصفة اخرى الى اللقاء